لكن توقف الدوري كل المحللين وكل المتابعين للكرة المصرية أكدوا على أن النادي الأهلي هو أقصر المتضررين من توقف الدوري الحالي بلا شك لكن إدارة النادي والجهاز الفني حاولوا قدر الإنقيام التقليل من أثار هذا التوقف بل بالعكس منح الفرصة الأكبر للمدير الفني في التعرف على كافة الأمور الخاصة بالفريق ده عشان يحصل كان لازم تقفل على الفرقة أو تعمل معسكر إعداد جديد وانت في بداية هذا الموسم الأجندة الدولية بالنسبة للمنتخب الوطن الأول هتبدأ يوم 6 نوفمبر ففرصة طيبة في خلال الأسبوع العشر تيام أنك تعمل معسكر إعداد بكل اللاعبين الدوليين أن حتى اللاعبين الدوليين اللي معاك أكيد هيكونوا مطلوبين في المنتخب التونسي أو الأنجولي أو المنتخب النيجيري والمغربي أو حتى اليود يانجي لما يطلب مع منتخب مالي في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة ففرصة طيبة في هذا توقيت الصفوف بنسبة كبيرة جدا مكتملة ده شيء يعتبر إيجابي بالنسبة لريني فيلر عندهم ساحة وقت كويس يقدر كمان يضيف على المراحل السابقة أفقاره الجديدة خطته يتعرف أكتر على إمكانيات كل اللاعبة اللي معايا حتى وسافر إلى الإمارات بـ 25 لعب القوام البعثة أو قوام اللاعبين 25 لعب أبرزهم كمان كريم ندفيد ومحمود متولي اللي هم حاليا غير جاهزين لخوض أي مباريات لكن فرصة إنهم يكونوا موجودين في المؤسكر عشان حتى يستكملوا برنامجهم التأهيلي وإذا كانت هناك فرصة لمشاركتهم في مباراة دي أو إذا أقيمت في الإمارات يكونوا موجودين مع الجهاز الفني أيضا المؤسكر تقدر تقول ممكن يساعد على كسر حدة الملل تغيير الأجواء ده مهم جدا على فكرة بالنسبة للاعب كرة القدم أو الأتموسفير الخاص بفرق كرة القدم لما بتسافر خارج بلدك في مؤسكر خارجي خاصة بقى بالذات لما بالنسبة للنادي الأهلي في الإمارات والإمارات تحديدا بتحمل ذكريات سعيدة جدا للنادي الأهلي فبتبقى حاجة إيجابية وحاجة لها دور كبير جدا في رفع الحالة المعنوية رفع الحالة البدنية تجهيز اللاعبين من كل النواحي للمرحلة اللي جاية زي ما قلت لكم الجهاز التطبي حرس كمان على استحاب محمود متولي وكريم نتفيد لتجهيزهم للمرحلة الجاية اللي تحتاج بالتأكيد جهود كل لعب والسنائي بالطبع أحد أهم أعمدة الفريق في المرحلة القادمة ده نقف الصورة طبعة ريني فايلر الموديل الفني رغم أن تولى المسئولية يوم 2 ستمبر وكان عنده بداية المشواري الإفريقي بعدها بـ 12 يوم 10 تيام في غينيا الاستوئية لكن دي الوقت مع المساحة الزمنية اللي اشتغل عليها مع الروتيشن ومشاركة كل اللعيبة قدر يقصر أمور كتيرة جدا كانت الناس بتقول صعب تحصل في أي فرقة وإنت بتبدأ موسم أن التيم بنسبة 70-80% يشارك بالكامل مع الفريق في المباريات ده ما كانش بيحصل لو أنت بتبدأ أي موسم لا ريني فايلر بفلسفته وبتعامله النفسي مع اللعيبة نجح في ده بنسبة 100% في قواعد معينة كده في قرة القادمة كانت بتحصل أعتقد المرحلة الأخيرة مش عايز أقول استثناءات لا واضح أن القرة فيها متغيرات والمتغيرات دي مش هتفهم قيمتها ولا تحس بها غير لما يكون عندك مدرسة قروية أو فكر لجهاز فني محترف زي ريني فايلر موجود في التوقيت الحالي مع النادي الأهلي صفر الفريق للإمارات في التوقيت الحالي زي ما قلت لكم ده شيء مميز لأنه بيخسر حدة الملل لأنه تعي في القاهرة كل يوم تدريب في ملعب مختار التتش الفريق بيتمرن الفريق بيروح ثاني يوم في تمرين ما فيش يعني ما فيش تغيير ما فيش جو مختلف شوية بالنسبة للعيبة فبالتالي فرصة الصفر دي بتبقى كويسة جدا